جزي هذا البشور لاستقباله وتشريفه بحضور عدد من قادة الدول المشاركة وتنوع ثاليات التدريب ما بين طائرات حربية مقاتلة والأباتشي ودبابات والجنود وتم اختبار أنظمة القيادة والسيطرة على كل المستويات رعد الشمال انتهى من مرحلة الاستعداد وبدأت مرحلة التنفيذ بمناوراتها الرئيسية والتي امتدت ما بين محافظة طريف شمالا حتى منفذ الرقع في الشمال الشرقي للمملكة ويحظى هذا التمرين بالاهتمام على المستوى الاقليمي والدولي رعد الشمال درع للمنطقة وردع للعداء ورسالة من المملكة واصدقائها واشقائها لتؤكد أنهم على صف واحد لمواجهة كافة التحديات من مدينة الملك خالد العسكرية رعد الشمال موفد الإخبارية خليل الجبيري